موسيقى الاستدامة والتأقل والصمود في إطار المشهد المؤسساتي المبتسم بالجهوية المتقدمة وتسايم في ضمان الإدماج الاجتماعي لعموم المواطنين وتحقيق تطلعاتهم إلى غد أفضل وفي غل دولة اجتماعية مستهرة موسيقى للوادي على تقدره على إعطاء الانطلاقة لأشغال هذا اللقاء والتعبئة من أجل ضمان نجاحه سيداتي سيدتي أتشرق اليوم بمشاركتكم العرض الذي أنقته السيدة الوزيرة أمام السيدات والسادة أعضاء الحكومة يوم السقاش شتن برجاري إبان إعطاء الانطلاقة للحوار الوطني حول التعمير والإسكان والذي يطمح فتح النقاش مع جميع الفاعلين المؤسساتيين والترابيين والخبراء وفعاليات المجتمع المدني سيداتي سادتي إن تحديد معالم السيات العمومية لإعداد التراب والإسكان تهدف إلى إرصال مقاربة مجالية وجعل المواطن في صلب التخطيط الحضري وإحداث فضاءات للعيش الكريم وذلك تفعيلا للتوجهات السامية التي سرطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ونستحضر هنا مقتطفا من خطاب جلالته بتاريخ 12 دجمبر 2016 بمناسبة الملتقل استباق أبعاد التوسع العمراني والتحكم فيه وفتح مناطق جديدة لتمدن وخلق توازن بين المدينة والمراكز القروية المجاورة لها غايتنا المثلة ليس فقط تحقيق مدن بلا صفيح ولستبدالها بمساكن أشبه بعلب الإسمنت عديمة الروح الاجتماعية وإنما بالأحرى جعل مدننا ترقى إلى فضاء للتساكن والعيش الكريم ومجالا للاستثمار والإنتاج في حفاظ على طابعها الحضان والمتميز انتهى خطار صاحب الجلالة حضرت سيداتي السابة بعد هذه التوجيهات السابية سوف نتطرق إلى المحاور العرب واليك التالي أولا سوف نتطرق للأسس والمرجعيات الأهداف التي سطرت لهذا الحوار والمسار التنظيمي كذلك وكذا المشاورات المعتمدة لإنجاح هذا الحوار سيداتي وسادتي فيما يخص المرجعيات والأسس المعتمدة لهذا الحوار وجب التذكير بالتوجهات الملائية ورش الجهوية المتقدمة والتمركز الإداري الذي انخلقت فيه بلادنا مخرجات النموذج تنمو الجديد وأخيرا البرامج والأجندات الدولية التي اتزمت بلادنا بتفعيلها فيما يخص الأهداف هذا الحوار فيمكن اختزالها في خمس مقار أساسية أولا تفعيل نموذج تنمو الجديد إرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية مستدامة ثالثا اقتراح عرصة لمتنوع إعداد برنامج متجدد للدعم وأخيرا وضع مقاربة مندنجة ترموم إنقاذ وتثمين التراث المبني ولتحقيق هذه الأهداف لقد اعتمدت المزارة مصارا تنظيميا وفق مقاربة متشارطية وطنية وجهوية حيث شكل إطلاق الإحوار الوطني وستشتن درجالي وانعقاد النجنة الوطنية المحطة الأولى لهذا المصاري المتميز واليوم سيداتي وسادتي اليوم فإن العقادة هذا النقاء الجهوي سوف يشكل محطة ثانية التي تهوم فتح نقاش مع كل القوى الحية بهذه الجهة وذلك عبر أربعة ورشات موضوعاتها وهي كالتالي أولا مسألة تخطيط والحكمة ثانيا العرض السكني ثالثا الكطار المبني رابعا تقديم الدعم للعالم الخروي وتقليص التفاوتات المجالية حضرات سيدات والسادة فيما يخص ورشة التخطيط والحكامة نقترح عليكم مناقشة أربع محاور أساسية تخص بالأساس تقييم أولا تقييم منظومة التخطيط الترابي ومدى قابلتي الآن للرفع التحديات المجالية الجهوية والوطنية ثانيا نقترح عليكم كذلك مناقشة محور تمويل مسألة تمويل تعمير وتحقيق العدالة العقارية نقترح عليكم كذلك مبدأ مسألة الحكامة وعلاقتها بالجانب المؤسساتي لتفعيل وإنجاح هذا الورش المتميز وأخيرا نقترح كذلك أن نناقش جميعا مسألة التدبير الحضاري ومدى قابلتي اليوم أننا ننخلط في مقاربة لتسهيل المساطر وتشجيع الاستثمار فيما يخص منظومة التخطيط الترابي بغض النظر عن التشخيص فإننا اليوم مطالبون بالتحول من التعمير التنظيمي إلى تعمير تحفيزي جيل الاستثمار وهذه النقطة أساسية جدا نحن مطالبون كذلك اليوم بإخراج جيل جديد من وثائق التعمير جيل يتميز بالمرونة تأخذ بنا عن اعتبار البعد الترابي نحن مطالبون كذلك اليوم أننا نعيد النظر في آجاب إعداد والمصادقة على وثائق التعمير فيما يخص الشق المتعلق بتنويذ التعمير وبالنظر إلى الكلفة المرتفعة اليوم لكتعفى بلدنا فيما يخص فتح مناقق جديدة التعمير لا بد من فتح النقاش اليوم حول إرصال مبدأ العدالة العقارية والمساهمة بهدف تقاسم القيمة المضافة الناتجة عن فتح المناقق الجديدة للتعليم فيما يتعلق بالجالب المؤسسات والحكامة فإننا اليوم مطالبون فينا إعادة النظر في تموقع الوكالات الحمرية على الصعيد الجهوي وتموقع اليوم الضحى الآلة أساسية بحكامة رابية ترقى لطموح الفاعلين الجهويين وفي الأخير يبقى الجالب المتعلق بالتدبير الحضاري أو رخص ما يسمى برخص التعبير التحدي الأكبر لتبصيق المساطر وإنعاش الاستثمار وخلق فرص الشغل سيداتي سنتي سوف نمر للمحور الثاني المتعلق بالعجزة كبير هذا الإطار لا بد أن نستحضر جميعا مجموعة من المؤشرات الهامة على الصعيد الوطني لنازم علينا أن ننخبى بالاعتبار أولا يشكل الطلب اليوم يشكل الطلب على الصعيد الوطني الطلب على السكن ما نجموعه ججد مليون وحدة سكنية حسب تقديرات 2021 منها 1.4 مليون خارج عن طاقة السكن وعد الكراء والبقع أما فيما يخص العرض السكني فهو يقالب اليوم 140 ألف وحدة سكنية منتجة خلال 2021 هذه المؤشرات تسائلنا اليوم لرفع مجموعة من التحديات التحدي الأول هو ضرورة تنويع العرض السكني لاستهداف جميع الفئات اليوم لازم أننا نتكلم على عرض متنوع يستهدف السكن يستهدف فئات السكن في السكن اجتماعي يستهدف كذلك الطبقة المتوسطة يستهدف الشباب وكذلك العرض السكني يمكن يكون معدل الكراء التحدي الثاني اليوم هو المطروح علينا جميعا هو تجويد العرض السكني وجعله يستجيب لشروط العيش الكبير سواء فيما يخص المساحة أو المواد البناء أو المرافق العمومية أو الاستدامة إلى غير ذلك هذه تحديات تستدعي وضع مجموعة من التحفيزات تحفيزات ملائمة لخصوصية الجهة سواء كانت تعميرية منها أو جبائية حضرات سيدة أستاذة فيما يخص الورشة الثالثة والمتعلقة بالإطار المدني نقترح عليكم مناقشة المحاور الثانية أولا ضرورة رد الاعتبار للطرات والارتقاء بالجودة المعمارية بالجودة المعمارية ثانيا سياسة المدينة ثانيا سياسة برنامج القضاء على السكن السطحي وأخيرا مسألة التدخل في البنايات الآية للاستقوض فيما يخص رد الاعتبار بالطرات والارتقاء بالجودة المعمارية وبالنظر بالتنوع وغنى الموروط المعماري والعمراني الذي تزخر به بلادنا ومعدم المجالات على السعيد الوطني اليوم يجب إرسال تفكير في إرسال آليات تضمن المحافظة على هذا الطرات وجعله رافعة للدينامية المجالية كما نتوق كذلك إلى وضع آليات لتجويد المشهد المعماري والعمراني الذي يشكل بدون شك مروحا للأجيال الصاعدة فيما يتعلق بسياسة المدينة نحن مطالبون اليوم بإعداد مقاربة وآليات تضمن التقائية التدخلات العمومية على مستوى المجالات أما فيما يخص برنامج القضاء على مدن على السكن الصفيحي اليوم لا بد أن نستحضر الجموعة من التراكمات الإيجابية والمجهودات المبدولة على السعيد الوطني والمحلي والتي مكنت من إعلان مجموعة من المدن بدون صفيح ولكن ورغم ذلك فإننا مطالبون اليوم بتجديد المقاربة على عدة مستويات على عدة مستويات خصوصاً أولاً باعتماد المقاربة الاستباقية لمعالجة السكن الصفيحي ثانياً إرصاء المقاربة مندمجة لتوفير فضاءات تستجيب لشروط العيش الكريم من مراطق عمومية ومجالات للتشغيل ثالثاً اعتماد نموذج جديد للتعاكد بين القطاع العام والخاص وما يمكن أن نقول في هذا الشأن أن جهتنا جهة طلبات سنة طنيطرة يمكن أن تستباقها في هذا الميدان واللي يمكن أن نشوف المجهود يتبذل على صعيد الربا على صعيد السنة ومجهود عن العملات أنه يجهد بأننا جهة بديلنا الخطأ بحب ذو الله في هذا المسلسل وبدأت تفعل هذا المسلسل يتغير فيما يتعلق بالتدخل في البنايات الآلة للصقوب وبالنظر إلى الخطر المحدق الذي تشكل هذه الظاهرة يجب إعداد آليات ترابية لتقوية اليقظة ومعالجتها حضرات سيدات وستاذة تعتبر ورشة تقديم الدعم القراري اليوم وتقليص مسألة تفاوتات المجالية تعتبر ذات أهمية بالنظر لخصوصية مجال جهة طلبات وسنة طنيطرة والتي تتطلب منا جميعا العمل على وضع قوانين جديدة للتخطيط والبناء بالوسط القروي وذلك بتبني وثائق تعميرية جديدة تعنى بمواكبة المؤهلات الطبيعية والإيكولوجية وتأهيل المجالات القروية هذا التدخل يستدعي مننا كذلك تعزيز مشاريع مندجة في إطار البرنامج وطني للمراكز القروية الصاعدة بالإضافة إلى تأهيل السكن بالمناطق الجبالية حضرت سيدات والسيدات في الختاب أود التذكير بأن هذا العرض الذي تقرق لتشخيص شامل لإشكاليات التعمير والإسكان بجميع تجمياتها جاء ليقدم كذلك أرضية للحوار للحوار الجهوي والتفاعل حول هذه الإشكاليات هذا الحوار الذي أرادته السيدة الوزيرة أن يكون وفق مقاربة تشاركية قوامها البعد الجهوي وذلك بإشراع جميع القوى الحية هذا الحوار الذي أرادته السيدة الوزيرة أن يتسم بالجرأة والشجاعة والمسؤولية الجماعية لجعلنا جميعاً فاعلين حقيقيين بإحلاف التغيير في هذا القطاع هذا التغيير الذي نتوق إليه جميعاً أن يجعل التعمير والإسكان رافعة لإنعاش الاقتصاد والتدعيل ركائز التنوية الاجتماعية ببلاد البعض وفي الإختام أود بالتذكير أن هذه المشاورات اليوم ستظل مستمرة عبر المنصة الرقمية التي تم وضعها من طرف وزارة إعداد التراب والتعميل والإسكان وسياسة المدينة وإليكم الرابط الخاص بهذه المنصة وأدعوكم للتفاعل ومتابعة النقاش حتى نتمكن جميعاً أن نكون فاعلين حقيقيين للمساهمة في التغيير وإشتركوا في القناة وإشتركوا في القناة اشتركوا في القناة